شو إليك بالسياسة كأمرأة؟ المرأة وقت تنزل مطلوب منها تكون سوبر نحنا نتمسخر على كيف شكلون نتمسخر كيف بيحكوا صاروا مخرجين الأحزاب السياسية أحزاب عم بتفتش على النساء لحتى تحطهم بقلب لويحها عارفين إنه مش هحيوصلوا نحنا اللي حاكمين هي قصة شنحنا اللي وصلنا البلد للأزمة اللي هو فيها أهلا وسهلا فيكم بها الحلقة الحوارية بها الصرح العريق حلقتنا الحوارية اليوم تحت عنوان النساء في الشمال عوائق المشاركة في الشأن العام وهو من تنظيم المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة طبعا مع جامعة البلمند رح نبدأ لقاءنا بكلمة قصيرة جدا يلقيها ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أو دي أر آي ديموكراسي ريبورتين انترناشنال لإستاذ أندري سلايمين الكلمة إلاك يعطيكم العافية جميعا وشكرا لحضوركم اليوم بديت شكر كتير جامعة البلمند لإستدافتنا بهيد القاعدة الحلوة بديت شكركم كتير لوجودكم اليوم اسمي أندري سلايمين أنا بمثل دي أر آي بلبنان وكتير بتشكر كمان المتحدثات معنا بهيد النشاط حي أخبركم شوي عن هيدا الحلقة الحوارية اللي عم ننظمة اليوم بإطار مشروع اسمه نفس جديد وهو مشروع إعلامي من الشباب والشباب ممكن تلاقوه على السوشيال ميديا تبعتي R.I. على يوتيوب وعلى إنستغرام بدعيكم أنه طلقوا نظرة على هيدا المشروع الهدف أنه نعطي مساحة للشباب اللبناني لخريجي الإعلام لصانعي الإعلام الجدد الصعيدين اللي عم بنبشوا كمان على يكون عندهم صوت وعندهم تأثير وعندهم مشاركة بالمشهد الإعلامي كلنا منعرف أنه الإعلام إلى حد ما مرتبط كمان بكثير اعتبارات مثل هالبلد وحبين أنه يكون في صوت مستقل لا عندهم أي اعتبار إلا هموم الشباب وحجات الشباب وهذا الهدف من كل الحلقات اللي عم نبثها بمشروع نفس جديد وعم نكمل الأبيزود الحلقات بحلقات حوارية كمانتا نحكي خارج الصنطو نحكي بشياء مثل ما هي بصوت حر ونجد منفرجة وجه جديد ونفس جديد عن لبنان ليس فقط النمط أو الصورة النمطية المعروفة نحنا اليوم موضوعنا مشاركة النساء بالشأن العام وهذا كمانتا تتويج لمصار طويل بلشنا فيه بدير آي من ثلاث سنين حيث دربنا أكثر من 80 امرأة من كل المناطق اللبنانية ومن كل الفئات والأعزاب والتوجهات إمانا منا بأهمية دورة وتأثيرها بالشأن العام على كل الأصعب وأريد أن أترككم مع بعض الوقائع التي نحن نريد أن نغيرها أولا تمثيل بالسياسة 5% بالبلاديات وبعدها قال منا بالمجلس النيابي 19% من الكوى العاملة بالمجلس النيابي ومن المجلس النيابي نحن ندعي للإنفتاح وندعي أن لبنان سباق ولكن حتى مشاركتهم بالشأن الخاص ستكون أقلنا عن التمييز المؤسساتي والرواتب إلى آخر نحن نعتبر أن لبنان يجب أن يكون سباق كما كان نظامه التربوي وكل رسالة لبنان تكون سباق يهمنا أن الجيل الجديد وكمان الموجودين الناشطات التي دربناهم على مدى 3 سنين يكونوا بالصفوف الأمامية وهذه مسؤوليتكم أنتم كشباب أن نغير المؤسسات من خلال الشأن العام من خلال العمل البلدي من خلال الأوانين من خلال الجمعيات من خلال حتى التزام بأي حتى بنادة أو بكلب الجامعة فنعتبر أنه هذه مسؤوليتنا كلنا نحن كجمعية كمنظمة أنتم كشباب والناشطات والإعلاميات فبدأ تشكر كثير البانيل الذي موجود معنا ومعنا يتعكس تنوع بالتجارب والخبرات بين الشأن العام والإعلام وبدأ تشكر فريق العمل وثانيا فريق عمل DRI الموجود معنا وبدأ تشكر كمان الجمعيات جوال وجوزيف وبيلال وغيرهم الذين قدروا ينضموا لنا وهنا جزء من المشروع وهو مشروع لهم فتمنى أنه تجدوا حلقة مسمرة وحب أملي أن يكون انطلاقة لحتى أنتم تكملوا هذه الرسالة في حياتكم شكرا سمحولي عرفكم سريعا سريعا جدا عن السيدات المشركات معنا اليوم بهاللقاء سيدة ليال بو موسى سريعا صحفية استقصائية وناشطة بالشأن العام طالب الدكتوراه بجامعة القديس يوسف تعمل كمستشارة لمنظمات محلية ودولية تشتغل على مواضيع تفجير مرفأ بيروت الفساد والمواطنة ومن المؤسسات التي تشتغل معها Human Rights Watch أهلا وسهلا فيك معنا اليوم السيدة جينان مضيد سكاف رئيسة قطاع المرأة بتيار العزم نائب بمجلس البرلمان الدولي للعلماء التنمية البشرية مستشارة بشبكة رائدات عربيات عضو المجلس الدولي الرقمي للمرأة القيادية بفرسان السلام وناشطة بالشأن العام حائزة على عدة جوائز تكريمية بالريادة رح انتقل لعرفكم على الدكتورة هند السوفي أهلا وسهلا فيك دكتورة هند هي أستاذ دكتور بالمعهد العالي للدكتورة بالجامعة اللبنانية وفنانة تشكيلية مؤسسة كرال الفيحاء ناشطة بمجالة الفن والسياحة وبأمور المرأة بالشأن العام والحياة السياسية والمدنية كناشطة سيهمت بتعديل قوانين مشهفة بحق النساء وهي حائزة على عدة جوائز محلية أيضا وعربية وعالمية وأخيرا وليس آخرا من أهل الدار رحبوا معي أيضا بالدكتور ديما عيسى ليه الوحيد لطلع على زائف لا سوري لا هي واسط دكتور ديما عيسى أستاذة مساعدة بكلية الإعلام والتواصل بجامعة البلمند ورئيسة كلية الإعلام والتواصل حائزة على دكتورة من جامعة وستمينستر بلندن بالإعلام الدولي مهتمة بالشأن العام وعلى وجه الخصوص بالمواضيع المتعلقة بالنوع الجندري الثقافة الشعبية والميديا الحديثة وسريعا أنا اسمي ثانيا عوض غرة رحكون عم بعمل هالمشوار الأصير مع ضيوفنا اليوم تعرفوني أكتر ما بتعرفوني لأنه صوتي بدينيكم كل النهار لم يعود لديك وحدة لإجراء هاي أنا إعلامية ومدربة ومطورة برامج تربوية على المواطنة وحرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية عرفنا خلينا نبتدي جلستنا اللي رح تكون مقصة مع ثلاث محاور المحور الأول رح يكون نظرة إلى الأمس شو الإشكاليات اللي جميلا معنا مرشحتين سبقتين أيضا للانتخابات وتاريخيا شو الإشكالية اللي بتواجه المرأة الشمالية لخوض المجال العام بعدين المحور الثاني حول الآن بأزماتنا اليوم الأزمات كيف عم بتأثر على دور المرأة لتقدر تشارك وشو يمكن الصعوبات الجديدة اللي رح توقف أو عم توقف بوجها وطبعا المحور الثالث كيف ناخد تاريخنا تحدياتنا ونبني عليها لتجارب ناجحة مستقبلا وأكيد رح نفتح المجال للأسئلة من الحضور لمشاركتنا إذن متل ما قلت أول شي رح اتوجه لكم بالسؤال خلينا معك دكتور هند كمرشحة سابقة وكناشطة شو الاشكاليات يلي حالة أو تحول أو تلعب دور خلينا نقول بتأثير على مشاركة فاعلة للمرأة الشمالية بالحقل العام وبالسياسة شكرا لنا لعطان أتوجه لدي أتوجه أتوجه وكما جديد لدي عشر سنين بالبرمان أبدا عشر سنين ربا لدي عشر سنين لدي أتوجه لدي أتوجه ستسمع كيف يقضى قضايا المرأة من جملة القضايا الوطنية سترى أن دور كبير ومؤثر به المدين أنا شخصيا كانت لفرصة أني بلش بالبلديات وترشحت على البلدية بأخر بلدية صارت بأخر انتخابات بلدية بحقيقة بهالانتخابات أنا يعني استمتعت بالقصة وعلما أنها كانت كثير صعبة ولكن ما عانيت فيها من تمييز كوني أمرأة عانيت من تمييز كوني من غير منطق يعني أنا ترشحت بالمينة كونه سجلي منقول على المينة عقسم زوجي ولكن بالمينة يقلولي أنت جلب أنت مش من أهل المينة بقى هايتي ومع ذلك أنا خدت كثير أصوات عالية هوني ونمت بصراحة ناشحة بس فقت كان المفروض في تسويات عم بتصير وزبطت التسوية لغيري ليس مشكلة بس مبسطت تجربة أولا خاصة أني كنت نزلي بعنوان كثير تحدي كثير يلي هو مستقلي ضد الفساد وبس نقطة على السطر أنا كنت نزلي ضد تحالف السياسيين يلي كانوا ياخدوا كل الساحة لأنهم متحالفين كل يتونسا وما بيخلوا حدا من المستقليين يقدير يفوت على حلبة البلدية أو الانتخابات هلا مؤخرا كوني كنت بالثورة يعني وكوني كنت عمعاني شوية مثل كل هالعالم بالتحولات الجديدة والمستجدات اللي طرقت علينا بلبنان تحمصنا كل ياتنا وخاصة إنه بجوز كان الظرف هواتي لأن كان في عنا عطف عالمي مشين يقدرو يدعمونا ويساعدونا والحقيقة الدياسبورة الخارجية ويساعدتنا مش إنه ما ساعدتنا مش عطتنا مصاري يعني ولكن جاي شكلنا كتير أصوات يعني يعني كتير ناس كانوا برا تابعين مثلا هالجهة أو هالحزب أو شي يتلفلون إذا ما بتعطوا هالليحة نحنا ما بقى نجي لعندكم لأنه هايدي خلاص هايدي بتخلصنا بقى من النظام السابق أنا بالانتخابة البلد النييبية ما بخفي عليكم عانيت كتير من التمييز كوني امرأة عانيت من من نقطة مهمة هل تولي أمرك لامرأة هايدي لحالة يعني كانت كتير مزعجية عانيت من ناس إذا حدا عمل لي لايك من الطلاب ويشتغل بأحد المؤسسات التاب على ليحة سياسية أو ليحة تانية كانوا يهددون بأكل عايشو عانيت إن أنا كوني امرأة الناس ما كتير عندها ثقة بالليحة وحتى من أهل اللي كانوا معي على نفس الليحة بدون ما يشعروا وهم ناس كلهم متعلمين ومتفوقين ومتمييزين لكن لم يشعروا يعني إذا فيه اجتماع مصيري لنقرر شغلة فيه يوم ما يدعوني مثلا إذا فيه عنا عم نركب ونكمل الليحة فيه يوم إذا قال لهم عقلهم يقولوا بلا هند وحطوها برا كلها القصة يعني عانيت مننا إذا حدا دعانا على اجتماع إيه بس هيدا لرجال إذا حدا رحنا مثلا قالوا إنه نحنا مثلا لقاءنا اليوم هون تاولا نصلي الجمعة هون وننزل لعنده لجنبهم هيك يعني لا يكسبوا بتعرفوا بالانتخابات البلدية مثلا سوري بالانتخابات مش البلدية نيابية ولا البلدية العامل الديني مؤثر جدا إنه نحنا رايحين على الصلاة أنت ما قالك تجي معنا عرفتوك أنا من هالناحية فيني قول عنات كثير عاد عن إنه قيمة كل هالقصاص في كثير في شيء ما بعرف إذا ميرق معكم يا شباب بس في شيء ما نسميه يعني السقف الزجاجي يحول دون وصول المرأة بسهولة لأنه هيدا حاجز ما بتشوفو بعيونكم ولكن الناس ما بتحب ما بتحب تعطي دور للنساء المجتمع ككل للأسف خليني يقول إنه فيئة من النساء قد تكون ضد النساء يعني بدون ما تكون ضدها بس بتفضل تنتخي برجل عندها ثقة بالرجل أكتر لأنه معاودي إنه الرجل هو بيقود المجتمع هو بيقود الدنيا معاوديين على هالزهني الزكوري المهيمنة بالمجتمع أنا بدي إليك شغلي تانية وقت بطويل وقفيني وقت بديك لأن أنا بخاف ما أسترسي لا 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 كل هالقصص المرأة كمان لا تملك المال يعني أنا لو معي مال كان فيني بجوز أكيد كان فيني كون مثلي مثل يعني على نفس الكفاءة بالتنافس بالتنافس أنا كان عليّ أشتغل أكتر كتير من الرجل أنا تعبت كتير تلقيت برنامج مميز ما حدا من اللي كانوا نازلين معنا دور على برنامج ما حدا دور على فكرة أنا كان كتير همي أصلا من اختصاصي أنا عندي عدة اختصاصات والاختصاص الأول هو الاقتصاد والستاتيستيك كان همي كتير أنه نقدر جيب هكي طرق وصبيل جديد لكي نقدر نطلع من الأزمات المركبة اللي عايشين فيها وأهم الأزمة الاقتصادية المالية النقدية هكذا كلها تجعلني أفكر ولقي حل يعني تيمنا بما حصل بالبلدان اللي بتشبهنا واللي عندنا نفس المعطيات ولكن هيدا ما كان مطلوبنا الرجال المرأة وقت تنزل مطلوب منا تكون سوبر مميزة مع دكتوراه ولكن هالشي مش مطلوب من الرجال لو كان أمي مش مفرقان معهم يعني لتشوفوا قديش فيه تمييز ضدنا كنيسة وبالتالي نحن ما حكي بالحلول وحيخو دور أكتر شكرا على الإداءة على عدة صعوبات سميتيها يعني مننا مناطقية انو انت مش من عنا مش من هون مننا كفقط لأنك امرأة ومطلوب من ما ختمت آخر شي انو مطلوب من المرأة لما بدأت تشتغل بالحق للعام تكون سوبر وومن تكون فائقة التعلم هيدا الشي ما منطلبه من الرجال ايضا هل حبيت يعني اكتر شيء الوجهتي صعوبة فيه هل تولي أمرك الامرأة يلي هو كمان من هالثقف الزجاجي يلي ما منشوفه إنما هو موجود ليال من تجربتك انت هل تتماهي معي اللي قالته يمكن عندك أمور إضافية واجهتي أول شي أنا كتير مبسوطة أني موجودة معكم اليوم وطبعا مع الطلاب وبعد الأساسي وكل الموجودين لحتى نحكي بخبرات لو في كاميرات بدأ نحكي فيها بكل صراحة ومتل ما هي فأكيد اللي عم تحكي الدكتورة يعني في قصص كتير منتشاركة بخبرتنا بالسياسي بس بالأساس إذا بدنا نحكي بوضوح اليوم منسمع كتير إنه المرأة ما بتدعم المرأة وهيدا الشي برأي عمليا بيصير بس هو ما أنه هو هاك هي الأساس التربية الزكورية ونحنا عم نحكي مشاركة المرأة بالشمال ولكن هي نفس العقبات اللي عم نحكي فيها بترافق المرأة بكل لبنان بالساحل وبالمدن وبالقرى طبعا تتفاوت نسب قليلة بس طبعا كل العقبات والمشاكل عم بتكون عم تتكرر كتير التربية الزكورية اللي عم نخذ ببيوتنا هي تربية من أهل للأسف تربوا بطريقة ذكورية بيطلعوا الامرأة ذكورية والرجل بعقلية ذكورية ساعتا أنا تصير المرأة تقول أنا كمان ما أنا شغلته هالشغل لأن هيك تربت عم بحكي كيف هلأ اتطورنا شوي شوي عم نتطور الرجل بيقول نفس الشي فبالتالي هون نتيجة التربية الزكورية عم بيكون في عنا رجل بعقلية ذكورية وامرأة بعقلية ذكورية وما بتعرف قدي في حقوق هي عم بتجنبن لحالة وهي عم تلغي حالة وما عم تقدر تاخد هيدا الحقوق في شي بيقول بمجتمعنا مثل على أنا ضد فكرة إنه ما في مثل من غلط مثل ما بيقوله في كتير أمثال غلط مثل أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة يا ما في أكبر منك بمئتين تلاتمئة سنة ونحنا أفهم منهم بكل تواضع ففي أمثال غلط مثل خبرية قال بعاد عن الشر وغنيله ليس خاصة بالسياسة لكن كلما نتحدث عن السياسة تركينا بعاد عن الشر وغنيله ماذا قال لي بهذا الشغل؟ صار وكأن السياسة هي شر خدمة الناس هي شر وهذه العقلية ترسبت وصارت موجودة بعقليات كثير من النساء وكثير من الرجال إذا أريد أن أتحدث عن تجربتي بالانتخابات طبعا أتحدث عن تجربتي كأمرأة بالصحافة الاستقصائية التي هي بالشأن العام وأنت تروحي تشتغلي محققة سرية تذهب في محلات فيها أطباء شرعيين تكون أنت محققة سرية معهم لا يعرفوا هويتك الحقيقية قبل أن تخرج على الكاميرا كأمرأة بالصحافة تتعرض كثير حتى يقولون لك أنا من أهلي أنهم كثير لا يوجدون أبدا تفريق لكن ليال ما تقول لك أن تذهب إلى هذه المحل سأقومي المقتاية هذا مثلا سأقوميها للمقتاية لا لكن تنعى أن أريد أن أريد شيء خلق فيي شيء من تربيتي وأثرت خلقتني شخص ثائر على الخطأ وهذه الثورة على الغلط لم نقصها فقط بثورة 17-20 أو غير ثورات وهي شيء تخلق فينا ولما تخلق فيني كأمرأة أو كرجل لا يمكننا أن أريد أن أتفنها لهذه الثورة لم تكن تستطيع أن أتفنها بداخلي طبعا من الصحافة الاستقصائية إلى السياسة وإلى الانتخابات النيابية أنا أترشحت بالألفين وثمنتعش ليس لأن أحد دفعني لأترشح ولا لأن أحد دفعني لأترشح ولا سألت أهلي ولا طلبت إذن لا أعرف من لأن المرأة ولو كيف قررت تترشح لم تطلبت رأينا بيّ ما قال لي لم تطلبت رأيي أنا لا نطلب رأي حدا لما نكون مقتنعين لأين رايحين طبعا مهم نسأل ونستفيد من خبرات غيرنا ولكن ليس يحددون لنا مصيرنا بمحل إذا نحنا مؤمنين بالشيء الذي نريد أن نفعله قررت أترشح الانتخابات النيابية في 2018 كنت أول إمرأة بمنطقة البترون تترشح على الانتخابات النيابية سقطت لم أكنت نايمة مثل الدكتورة ناشحة وبعيد سقطة كنت عارفة وليس حلمانة أبدا بالنجاح لأنني أنا واقعية وبعرف أن المجتمع لا يتغير بلحظة بعرف أن التربية الزكورية التي قلت عنها ليس فجأة ستتغير ولكن علي واجب أن يكون يضع الحجر الأساس أنا والجروب كبير وليس بمجهود شخصي فهذا الفريق كان يواجه كل شيء ما يقل لك بالسياسة كأمرأة ما يريدك بهذا الشغل أنه لا يوجد الحال أنك تستطيع تصل إلى بالصحافة الاستقصائية لأنك لا صحيح أنا منجحت وصلت على الكرسي ولكن الهدف الأكبر أنا برأي يتحقق جزء كبير منه أنه في 2022 صحيح رجعت ترشحت ولكن كانت لوائح الأحزاب تفتش على النساء لتضعهم لأنه عرفوا بأنه المجتمع كسروا هذه التابو ليس أنه في حدا بادر وأهم شيء لكل شخص منكم هو المبادرة لما أنا ببادر وبواجه ما في عقبات بتوقف بوجي فإذا طبعا عقبة التربية الذكورية هي عقبة أساسية عقبة الناس شو بتحكي وقدي بتسمعنا وبيبلشوا يطلعوا إشاعات على المرأة وما أهيا من أنه تطلع الإشاعة على المرأة بالشرف وبإشاعات العلاقة بالأخلاقيات اللي ما أعرف شو ياللي أنا يعني هون مش أنا عم بتبنيها بس عم بلكن شو بينحكا وإنه أهيا شي هيدا المرأة هلأ نطلع المرأة منقلف لإشاعات لأنه الصبي أو الرجل شو ما قالفنالو إشاعات بالنهاية بيطلع عصره بيطلع قادر يفلط منها بكل سهولة فلا يعني هو محمي وبلش الإشاعات هلا أكتر شي بتواجه المرأة إشاعات قدها هي بتكون قوية هون منحكي بموضوع الحل بكيف أنا بقدر أحمي حالي كأمرأة لحتى كون عم بواجه لأني أنا بدي كف لقدام خلصوا وحداتي ما أنا أنا ماشي أنا ماشي بالنزا لا إذا بحاجة أخي وقت صحيح بس يعني فإذا أنا عم جرب بس أرجع للنقات الأساسية من التربية الزكورية للإشاعات لكل شي مواجهنا من عقبات طبعا التمويل يعني إمرأة إنه كيف تتموّل حملتها الانتخابية طبعا أنا مثلا بأول تجربة وبالتاني تجربة الحمدلله يعني الوالد كان هو عم بيدعم وطبعا نحن من جماعة شراء الأصوات ولا من جماعة فكانت الأمور أهيا بالتمويل وطبعا في بعض الأشخاص يعني هم كله بيكون إذا كانوا متبرعين أو مساهمين بالحملة كان عم ينذكر أسمائهم بس ولكن في كتير نساء وأنا بعرف لأن ندرب بموضوع التواصل بيقولولك إنه أنا إذا جوز موافق مين بدي يموّل حملت وإذا أنا ما راضي علي هو لو بدي واجه لو بدي مقتنعب اللي عم بعمله بس أنا كيف بدي موّل كيف بدي أعمل ما فيني فالاستقلالية المادية هي عقبة أساسية بوجه المرأة ما بدي أحكي ما واجهتني لإلي شخصيا بس ولكن طبعا بتواجه كثير نساء بالتعاطي بالشأن العام كثير بتواجهن سأكتفي بهذا القدر طبعا بكم في حال يعني كمان ضقت على أمور أساسية من مع أنه بتلاقي اللي أورادي تفضلت في دكتورة هند بس كمان الإضافات على الاستقلالية المادية على الشائعات وحتى رح لك أبسط من هي كتير هاي لما امرأة بالشأن العام أو بالسياس بلش فيها بصوط بشكل يعني ما منقول على الرجل مثلا اللي مش شايف منظره منقول إذا بدنا نقذ إمرأة لأنه كتير هاي مش هاي تقذيها تأثر فيها بس هاي تحكي هيدا الشي لما بتكون عم تتناول النساء بالحقل العام بصوتها بشكل مسترجلة مستقوية وهيدا كله بنرجع رح نحكي فيه كمان بعدين على التربية اللي قرردي طرحتوها فيها وفيه كمانا أكيد في يعني عم نروح على البيئة وعلى المجتمعات الذكورية الأبوية إلى ما هنالك لهيك بدي أسألك سيدة جينان عن حضرتك عنديك تاريخ بالعمل بالشأن العام مع النساء في المنطقة بالشمال و دائما بس أجي على ترابلس ترابلس بيقولولي الأصدقاء والأخوة بالمنطقة والبيوت اللي هي بيوتنا بتصير بس نزورها بس كله بقل ترابلس عندها عندها خصوصية مدينة ترابلس وفي خصوصية في كل منطقة عندها خصوصية فينا نحمل الخصوصية وندور وفينا نوظف هالخصوصية وبما كان آخر تاريخيا شو الاشكالية بالشمال جميل لما بدي أوقف بس عند ترابلس لأن الشمال منوع ومشكل وفي من كل شي يلي كمانا ساهمت بتصعيب وصول المرأة يمكن على الحقل العام تاريخيا تاريخيا لإدارة الجلسة الشكر موصول لدكتور أنري سليمان والدري وجامعة بالامان أنا بالنسبة اللي شهرتي مجروحة بالدري ما بعتبر حالي اليوم ضيفي أنا شريكة بيأهدافهم من زمان لليوم بتمنين لتوفيق الدائم شكر كبير للشباب والصبايا اللي معنا اليوم لجيين يسمعونا أولا إذا بتسمحي لأعمل تاريخيا على صعيد لبنان قبل مرفوض على صعيد الشمال بما أنه معنا شباب وصبايا يمكن لازم يعرفوا وين كانت الإشكاليات عند المرأة وين وصلنا اليوم تاريخيا على صعيد لبنان وجود المرأة بالسلطة التنفيذية والتشريعية كانت معظمة كانت خجولة إلا بحالات القرص السياسي حق للمرأة الاقتراع والترشح سنة 1953 وإذا لم أخانتني الذاكرة انتظر لبنان لنهاية سنة 1963 ليشهد وصول أول إمرأة إلا البرلمان ميرنا البستاني كانت نموذج المرأة التي دخلت البرلمان كوريسة لمقعد سياسي ذكوري وتكررت هذا المشهد تكرر بالانتخابات النيابية بعد الحرب الأهلية ورجعنا شفنا كمان نموذج للمرأة التي ترس والدها ونموذج آخر ترس زوجها بالحالة الأولى كان ما عنده ابن راشد يقدر يحل محلو بالحالة الثانية ما كان في عنده أخ يعني يحل محلو فهون صار وجود المرأة ضروري هاك فاتت على البرلمان مع السنين ومع نضال النساء رجعنا شفنا لا تطور أكثر فتنا بالألف وتسعة صار في عنا أربع نساء 2018 عنا ست نساء بعض العدد ضئيل ولكن نحن بتقدم هلا بهذا الوقت حملة المرأة وزر الحرب الأهلية والتقاص المتقايفة وكنا نشوفها ليس بالبرلمان ولكن نشوفها ناشطة مناضلة سائرة مساندة للرجل كنا نشوفها بالإحتجاجات وقتا بلد نقصم بين 14 و8 شفناها شاركت بكثير من المظاهرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منظمة أو غير منظمة قادة تعبئة شعبية انخرطت المجتمع وصلت لبعض القصص الناشحة التي قدرت عملت بيها بصمة وخصوصا بسن القوانين والتشريعات فما كانت بالبرلمان ولكن بالشأن العام قطعت أشواط كثير وكان في مناضلات مثل لورا مغيزل مثل مطر وبعض كثير لليوم موجودين خليني أرجع حلا نضوي تاريخيا على الشمال تنقول نعمل هيك من الاستقلال لسبعين سنة لورا المرة غير مطروحة سياسيا على المواقع السياسية لمناطقنا كانت مستبعدة وكانت المعوقات كثيرة من إذا نبدأ بالإقطاع السياسي لما كانت المرأة ينظر لقلب نظرة دونية بعدين فتنا بالحرب التي عطلت الانتخابات من سنة 72 إلى 92 كانت المرأة عم تعاني وكان دورا مقتصر على حماية عائلتها رجعنا فتنا بعد اتفاق الطائف بعصر المحاضر السياسية وكلنا منعرف أنه كانت تشكل اللوايح بوصاية سورية بالتحاصص وما كان في حضور للمرأة لا بسنة 1996 ولا بسنة 2000 من بعد استشهد دولة الرئيس رفيق الحريري الله يرحم وكان الشارع يغلي واجت انتخابات سنة 2005 خيضت هذه الانتخابات على دم الشهيد وشمالا نحنا كانت المعركة شرسة كانت على القانون الأكتري ولكن اللي كنا عم نشهده صراع أمني تحريط طائفي شعارات شعبوية فأكيد للقيادات السياسية ولا يومتا الأحزاب السياسية كانت عم تفكر بتمثيل المرأة ولا حتى المرأة بذيتها كان عندها الشجاعة انه هي تترشح عندها القوة أو الإدراء من بعد بهذا كان في عنا نساء مناضلات نسائية جمعيات أهلية منظمات دولية منظمات محلية تعمل كثير لحضور المرأة بالمجتمع لتشجيع على دخول بالمعترك الانتخابي ولا تثبت حالة وصلنا لوقت الانتخابات اللي بعدها صاروا مخرجين الأحزاب السياسية مثل ما قالت سيزي العيال أنه يكون معه النساء على اللوايح ولكن كانوا مرشحات وغير يعني عارفين أنه مشح يوصل شمالا ولأول مرة قطعت بالحظ بالحسابات بالكسر لأن القانون النسبي اللي عنا كان مشحف قطعت دكتورة ديمة جمالي أول نائبة بشمال لتكون بالبرلمان وكمان أكيد بي أنا زيك بقرار من رئيس اللائحة النضال كف والسيدات كفت نضال لو وصولنا لليوم ما عد مقبول أنه أي لائحة ما يكون فيها إمرأة وشفنا آخر انتخابات خير دليل ما في لائحة ما كان فيها إمرأة أو اثنين وتشجع زادة زادة عدد المرشحات ولكن للأسف المعوقات اللي كانت عنا بالشمال لآخر آخر انتخابات كانت واضحة للكل أولا قانون النسبي كان مشحف حق الرجال والنساء بالأصل كنا عارفين أنه نازلين مش طالعين إلا إذا لعب الحظ بالحاصل وباللاعدة وخاصة أنه كان في عنا 11 لائحة بالشمال 11 لائحة يعني توزعت الأصوات يعني بدل ما ندعم إمرأة أو اثنين توزعوا أصوات على النساء كلها بكل اللواقح هذه كمان كانت منا مضبوطة بالنسبة إلي كقراءة إذا ننطلع إمرأة ثلاثة فينا كمان نقول وما نعمم أنه بعد في عنا العقون الذكورية اللي مش مقتنعا أنه بوصول المرأة والرابع والهو الأهم أنا بالنسبة إلي اليوم اللي لازم نرجع نشتغل عليه أكتر هو دعم المرأة للمرأة لنقدر نوصل تفضلوا فيه كمان وزكرو لا أشكريك على هال بانوراما لأنه عملنا رحلة بانورامية معي وبالفعل يعني عدة عوامل تدخل منا مشترك مع الرجال منا منا مختلف كليا من مشاركة الرجل والمرأة يعني في عدة طبقات في عدة لإشكاليات الموجودة دكتور دي مع مترشح دي وبس بالجامعة النبض يلي بيخبرنا بقلب هالصرح يعني ومن مراقبتك للسواب وسؤالك وتوجهك للطلاب شو لمست عندهم شعور بمشاركة النساء بالعمل العام والسياسي أول شي بدي شكرك لكم عنجد it was very interesting to hear all of your experiences someone who's a little bit outside the political sphere بس كيم بدي just to discuss شوية عن نحن حكينا فيه وكمان نحكي عن التليميز وكيف هني وعلى they view political structures هو for us to understand شو عمي سيب المين بنا نفكر فيها كا system كا structure وهو structure فاشي لت be honest نحن كمري بلبنين ل Tenés Никوم محلوق Abraham نحن تقللهم على شخص إلا نحن به لوحげ مثل الهدف السبع من ذلك إنها مجرد في ترابلوس أخر هو التواصل الولاياتية لسنا نجح الرياضون بأغربينات في الاشتراكي اسمج المزيد لنا للغاية علينا أن نبدأ بالبعب علينا أن نحضر استعمالنا بذلك بالترساد إلى الكلب بابتكالي ومفضل الجديد والميديا تبعون بطرق العميون هذه الوقت اللغة عن عميونة في المقلات نتنظر نحن مستقبل نتنظر نخاص نتنظر نخاص هذه الأشياء كلهم مشكلة، خاصة أنهم كمماناتين لا يرى أكثر من خلالهم وهو مشكلة مشكلة. فهيدا الشي كثيرتك وكيف تتعلم عنه كذا الشيء. نحن نحكي بسلوشي أكثر. ولكن أبداً، إنهم تتعلمون. 51% من المؤمنين الذين كانوا في المؤمنين كانوا كمماناتين. لكن الآن، وكيف تتعلمون عن الناس؟ لأنه لا يوجد سؤال الناس. إذا كانوا بأنهم تتعلمون بمسلاً الضائفين، لن تشعرون الناس، لن يشعرون بشكل سيئة تغيير للنساء. وهنا لا يوجد تحديث الناس. ونحن نتعلم عن الناس. لا يوجد نظام الناس بالمؤمنين عن الناس ، لا يمكن أن تتعلم عن الناس من المؤمنين. أننا نحن نحن غير بسهن المؤمنين. لدينا طريقات يتفاجد من وطولها. لن يجب أن تفهمهم من مفقد مداراتي. لنحن المؤمنين عن الناس، تبقائناً، ونحن نتعلمهم. بدنا نعمل انتخابات بلدية شكراً لك على مدخلتك وشكراً لكل جامعة البلماند على الاستضافة اليوم دون شكل استقلالية المادية أساسية تربية الفكر أنه نطلع من تربية الفكر الجندرة أشكالية أكبر بكثير وتاخد وقت للأسف أكثر بكثير العمل على أن النساء الذي يقترعه لماذا يقترعه؟ وأعتقد لا أعرف ولكن لم أتحدثها كثير ولكن أي نساء ترشح الأحزاب أي نساء ترشح من السهل أن نتمسخر أو نلقطه على الكلمة أو بروفايل عالي لدرجة مثل بعض التجارب الجيدة جداً حتى أصدت من أحزاب تقليدية ولكن كانت تجارب جيدة للنساء يعني أيضاً ما نصير لقتنا نلقط يعني إذا هلأ بول اسم شخصية معينة برلمانية سيبقى بتتذكري جملة واحدة من كل شي عاملة يلي هي لقطة الإعلام ولقطة هلأ صار في سوشيال ميديا مش بس الإعلام التقليدي سوشيال ميديا هل بتطلع وبتنزل أكثر فكمانا مين عم بيترشح وشو البروفايل يلي عم نعرضه لتكون مثال أعلى لها المقترعين والمقترعات أو مثال جيد على القليلة ليتميهوا معه مع العمل أكيد التربوي والجندري يلي مطلوب بما أنه عم بيبشرونا أنه مع انتخابات بلدية ونحنا بدنا نقول في انتخابات بلدية نحن اليوم بوحدة من أسوأ أزمات غير متعلقة بحرب قطع فيها يمكن لبنان وأزمة عم بطول وأزمة تركينا فيها العالم خائب ندبر راسنا والأزمات يلي متل هاي بطال النساء بشكل مختلف خلينا نقول عن ما بطال الرجل مع أنه بطال المجتمع ككل والعيلة والمرأة وكل شي قديش ممكن تكون هالصعوبات اليوم أول شي شو هي هالصعوبات اللي اللي عم بتأثر علينا اليوم بالعمل بالشأن العام أنا بعرف وصححولي إذا غلطاني إنه مثلا بتصير كتير أهيان نقول لك وين بالك انت لك بشو بالك ما خلينا نلاقي الأكل لنا ناكله نحنا يعني بصير كمانا بهيك ظروف تتفيش إلى الخلف لتقدم مشاركة المرأة بالقطاع العام دكتور هند ماذا تقول لنا بالموضوع الحالي سؤال لأنني كتير نهم على طول الأزمات بتطال النساء بشكل مختلف وبشكل أكثر ومؤذي أكثر من الرجال سأحكي بقصة الأزمات كيف ممكن تأثير وكيف ممكن تأثير على البلدية بالذات وعلى الانتخابات البلدية للنساء جميلا وقت صارت الأزمة مثلا أول شي في شي مفترض بالعالم بيحكونا أنه الفقر مؤنث لي لأنه العدد النساء يلي هني عايشين بالعالم دون خط الفقر هني أكثر بكتير من الرجال عدد النساء بالعالم اللي عند أكسس على الصحة والحق بالصحة أقل من الرجال وفي لبنان كل هيته هيدا موجود ومتفاقم يعني أكثر من غيره على طول النساء بتبقى هي بتدفع الأزمات لأنه تذكروا كورونا كيم عائلة طلقوا من وقر الكورونا لأنه وقت صار الرجل مزروب بلش بلش تدبك بين القصص ويعني ماعد في حدا يتحمل الثاني لذلك في قصص بتوقع على كهل النساء بتعرف شو عمل النسوين بإنجلترا في عنا جروب نساء كتير شاطرين وهن بيعملوا الموازنة وهن بيفقوا عموازنة الدولة اسم women budget group هل women هولي فاتوا على كل الحسابات اللي كانوا موافقين عليها وصاروا يشوفوا شوفينا نقيم من الضرايب اللي بدأتو قع على كهل النساء لقوا أن واحد من الضريبة والله هو الدولة عفيتوا للحلاقة معجون الحلاقة الرجالي ما قبلوا ما في شي ما عفيت قاموا قالوا لأ نحنا هلأ نساء بحاجة لمعاقمات بوقت كورونا وكل شي في معاقمات أساسية بدنا نعفية من الضريبة وهكذا رخص حقهم كل ياتهم الدولة لا تقول لأ على شي لأن يعملون هنا وبالأزمة اللي صارت وترافقت لأن صاروا يحطوا الناس برا وتسكر كثير من الشركات راح واتفقوا مع الشركات نحنا مندبر صندوق من الموازنة مندبرها لكي إذا تخل العامل عندكم يعني الموظف أو العامل أو شي نحنا ممكن ندفع لأولاد ومدرسة ممكن ندفع له ضمان صحي يعني النساء لهم نظور كبير وقت يحب ويشتغلون ولكن هن أكتر شي يدفع حق الأزمات الأزمة الاقتصادية التي صارت في أمريكا في 2009 دفعت حق النساء أكتر من الرجال نحنا وكان وضعنا السياحي بألف غير بس على طول إبان الأزمات النساء تدفع الفواتير أكتر من الرجال شوفوا بالحرب الأهلية النساء شو دفعت الفواتير أصلا الرجال ما كانوا يقلب يطلعوا لبرا لأنه كانوا يهنون بسهولة القوات المهيمة على الساحة بينما النساء كانوا يوقروا منهم شوي سو المرة كانت تنزل وتشتري الخبز وتأمن الأكل للأولاد وكلها القصة دعنا نقول أنه الفقر تفاقم وهلأ كيف تأثر على البلدية كيف تأثر لأنه نحنا هلأ عايشين بحقبي الإرادات تبعتنا الشخصية عم تكون كثير ضئيلة والانتخابات يلي بدون نزال على الانتخابات بدوا يدفع مسار ما في كون تقولوا لا لكل شي يعني بتكلف القصة بتكلف يعني إذا واحد تشرب معه فنجين قهوة وتأنعي ببرنامج بدك تدفعي عنه يعني مينموم عدا عن المهرج الانتخابية واللقاءات وكل ما حدا يروح إيدي فاضية يعني بتكلف بلاوي يعني أنا ما بخبر كون أنا حدا ما دفع كثير على الانتخاب بس أي لقاء كنت أعملو كان معي على طول هدية بدأ إخذ لصاحب البيت يعني ما في مجال نص مليون ليرة يعني بكل لقاء بتكون تكو بين نص مليون ومليون هلأ ما بقى تقدي يعني بس في طرق جديدة وممكن الشباب هيك بطريقتهم الحلوة يقدروا يعني يقدروا يبتكروا مشان يعودوا عن هال القصص المادية وبدنا ننزل اثنين شاب وصبي وبدنا ندعم لهم الحملة ونجرب ندخلهم حسب انتماءاتهم السياسية بالليحة اللي بيشوفوا حالهم أقرب لقالهم هنعمل لهم البرنامج الانتخابي هنساعدهم يعملوا ويصيغوا كل هالقصاص مشان نقدر الشباب يكونوا إلى صوت ممثل نظرتهم للأمور غير نظرتنا نحنا عنا بيشوفوا القصص من خلال شاشة الكمبيوتر نحنا بعدنا منشوفها بالعين المجردة في فرق بين الأجيال وضروري يكون في شباب ممثلي بالبلدي انا بدعي عن جد الشباب تفكروا ماليا نحنا جمعية بتساعد الشباب اسمه شباب البلد شباب بنساعد الشباب بالبلدي وقادرين نساعدكم بكتير قضايا للسيدات طبعا انا بعتقد اني انا مش هانزل اترشح هالمرة بس انا بدي ساعد كل الستات انا بدي لكم اول مرة انتخبت على البلد ما كنت بعرف حدا وكنت صغير رح تحطيت اسمه بدون ما كان ما عندي هالحس النسوي قوي كتير نقيت كل النساء التول يا حرام حي يخطوا اصوات كتير وحطيت وحطيت الرجال يلي انا بعرف مؤمنة يعني مؤمنة بقدرات بالرؤية تبعت لشان البلدية هاي كانت اول مرة بحياتي بانتخب للبلدية ولازم كل اياتنا يصير عنا يعني دعم للطاقات يلي نحن نعتبر اقل فساد والنساء هن اقل فساد من الرجال خاصة في البلدية المرأة نجحت فيها كتير في لبنان فإذا نجح عن من وصل البلد له الوضع اللي نحن في نحن النسوين نحن اللي حاكم مين هي قصة نحن اللي وصلنا البلد للأزمة اللي هو في ها لو تركوها علينا بجوز كنا حليناها اول مرة انا كنت قاعدة باجتماع نسائي هيك عم يحكوا يبحثوا بقضايا النساء كلها الشي ما بيأسر خلينا نجيب كهربا للبلد إذا قدرنا جبنا كهربا للبلد بيصير ويعطونا الكوتا عم بحكيكم الف وخمسمية وخمسة وتسعين وقت رجعنا من بيجين من هال المؤتمر الدولي للنساء يلي حكيوا فيه وقت بلشت فكرة الكوتا فيه تبين أنه ما في ما امرأة بتوصل بدون الكوتا وبين قوس هاترك ما هحكي في ما هحكي بالكوتا بس بدي حط بين قوس هون أن أول امرأة عينت من انتخبات لو كانت نزلة على الانتخابات ما كانت طلعت ميرنا لبس تاني عينت تاني امرأة نيلة معوض سيدة نزلت على الانتخابات إذا لم يكن تعيين يكسر الحاجز صعب كثير لذلك نحن نطالب بالوزرات يكون في نساء ليال لديك ثقة أنه إذا صار الانتخابات اليوم مع يأس الجيل الشيب من الوضع ككل ليس حظوظهم بالترشح والاقتراع أقل من حظوظ المتحذبين التقليديين لأنه أقل تنظيما وأقل إمكانيات مادية منهم ممتاز تكون النتيجة أفضل لما يكون البرنامج واضح وهذا الشيء أساسي بيكون كتير منيح أنا ما بدأ أدعي الشباب يكونوا يترشحوا بأحزاب سياسية لبنانية تقليدية وصلتنا أنا برأي لهون ما فينا يكون عم بدعيهم عشي ما بحبزوا أبدا بالعكس بدعيكم واجهوا هذه السلطة للمصلحة العامة وترشحوا ضدها دائما لحتى ما تلوسوا حالكم بفسادة وبعض إجرامة ما بدأ عم مع الكل بس ولكن الكل حرام ما أثر لب وقتنا ولا بدمنا ولا بمصرياتنا فطبعا السببب الأساسي هو نرجع على مين بدوا ينتخبنا ترشحوا الشباب وصلوا وبدوا عملوا برنامجهم مين بدوا ينتخبهم ما اليوم هني عندهم فحص بالجامعة بيدرسوا وبينجحوا بس إذا شعبنا ما حفظ بعد الدرس مين بدوا ينجحهم ما مش هني هني عم بعمل اللي عليهم عم بيترشحوا بس يلي بنجح تجربتهم هي الناس يلي بعد لليوم للأسف عم توقع بنفس الأخطاء وما بد تغير ودائما عند حجة طائفية تبريرات ما إلى طعم يا أما العيال بالبلديات هون بترجع قصة جديدة العيال ما حدا أقلل من أهمية العيال العيال أكيد إلى أهمية بس اليوم اللي إله أهمية بالبلديات هي البرامج السياسية الواضحة أنت شو بدك تعملي أنا كبنت هيد الضيعة وبنت هيد البلد عم بحكي كبلديات أنا شو بدي البلدية تعملي بدي كون أنا مش عايشة بالزبالة بدي يكون أنا عندي ميا نظيفة بدي يكون أنا عندي بيئة نظيفة عيش فيها أبسط حقوقي موجودة لإلي كمواطن كامرأة وكرجل ثورة النسائية مش بس أني أنا أنجح بالانتخابات ووصل على الكرسي أو واجه بالانتخابات شأن الفرنسيين هل هناك مساواة بين الرجل والمرأة في لبنان قلت لها مذلك تسألين هذا السؤال يعني أكيد في هذا الأرن أكيد لا هناك مساواة بين الرجل والمرأة في لبنان وهل هل هل تريدون مساواة لترجع لنا حقوقنا تنصير متساويين لا نريد مساواة لأن أنتم بحجاجكم الذكورية التي اخترعتوها مثل مثلا الجنسية إعطاء الجنسية المرأة تعطي الجنسية لأولادها ولا تتحدث عن هذا الموضوع لا تعرف خطر الديمغرافيا أخبر علم أخبر مستندات تصير المرأة لا تريد أن هناك خطر على الديمغرافيا والطايفة الفلسطينية يأخذ والوضع أخبر أرقام عندما نرى للأرقام يأخذ أقل نسبة هم الحجج دائما كانت حجج ليس علمية النساء تغصب عننا بهذه الطريقة تحارب حالها لا أعلم لأنها كما ذكرت في الفقرة الأولى واجهة التربية الذكورية واجهة كل هذه الأمور لو وصلت آخر شي تتطلع ودائما بالتدريبات دائما أخير مرة كانت بالجنوب رائع التدريب مع نساء بحزب الله وحركة أمل وكنا بحكي معهم وقالهم لاحق أنتم قدي جايين عدنا 60 70 80 90 100 سنة سرايح نص وأكثر من نص وإنت ولا مرة انتفضتوا لتعملوا حق كن لي أنني عم بجي أعمل لهم أنا أف ثورة داخل لا لي هذا هدفي أنا هدفي المرأة حقيقة تعيش لأن إذا هي ما عاشت وصار عندها تصالح مع ذاتها وتعرف أنه هي مثل ما قالت الدكتورة من شخص بيخلق سجله على سجل والده بتتجوز بتصير على سجل زوجة بتطلق بترجع على سجل والده لأنه هي مش قدرة يكون عندها سجل خاص فيها هذه الصورة بتفرج قد إحنا بلد ذكوري ولا المرأة ما عندها حقوق المرأة حقوق هي عم بالطناد اللي تحصل علي مع أنه غير بيخلق عنده حقوق ه أنت عم تقول يون عم بيفيقون عشيق من قبل وما علقت علي فكرة أنهم منهرب من السياسة على فكرة هون كميسرة وكمدربة هيدا الإقناع يلي عم ينشغل فكرة مش بس على شباب وصبايا لبنان الإقناع أنه السياسة لجماعة السياسة منتشر بالعالم لهك بعد الدول بالعالم حتى ما في مشاركة بالإقتراع عم تكون كلمة متدنية لأنه جيل الشباب عم أنعو أنه السياسة شي بشيع شي مرد شي مأزي كله كذب ومش إلنا السياسة ببيتكم بمطبخكم بالغيف الخبز اللي بتاكلوه بتقدر تفوت على الجامعة أو ما تفوت على الجامعة بالكوريا اللي عم تدرس بالتاريخ اللي عم تدرس ببنزيناتك بلبنان إذا لهلأ ما شفنا قديش السياسة إلى دور بحياتنا اليومية في مشكلة فهي أول شي السياسة لا مش للآخرين السياسة بحيات الشخصية كل شي بحيات مرتبط بالسياسة من اللي عم تحكي ليا زكرني بأكتر شي بيغزو لنا الخوف الخوف على الديموغرافيا الخوف على الهوية الخوف على العيلة الخوف على 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 شو ما كان نتبهوا من الخوف عدونا هو الخوف وبيربو لنا وبيشتغلوا عليه باللبنان الهضامة عنا والذكة والذكة بالمنظومات المتلاحقة هي إنو بيشتغلوا على يخوفونا كفاية مش كتير لما نضلوا العنين عبعض بس كفاية لنضل على تلينين هم أي شي بالتغيير إن كان لأعطاء الجنسية إن كان لتغيير القوانين إن كان الأحوال الشخصية إن كان شو ما تكون عدو ولحقوني بالإشكاليات يلي هي الخوف على التاريخ الخوف على الهوية الخوف على الطايف الخوف على الضيعة الخوف على المنطقة الخوف على خصوصية ما بعرف شو فالخوف بس أدرب من هيك مثلا هوني كمان رح وبعطيك الكلمة أستاذي جينان بتدريبات اللي ما بكون عم مدرب بمناطق الشمال وبأوقات بالجنوب في ناس عندهم إشكالية مع اسمهم أنا أم فلان أنا أب فلان لهالدرجة نحنا إما بنت فلان زوجة فلان أرملت فلان أم فلان في ببعض الأماكن وبعض البلدات بتحارب هيك بنعومة لحتى طلع من المرأة خاصة تقلي اسمها يعني بعرف حتى ببعض العادات عيب المرأة بس تصير أم تقول اسمها وبعدنا هيدا عم نحكي بعدنا بلبنان ما طلعنا لبرة بعدة مناطق فهالفردية يلي شبه غائبة بتليت ربيع مناطق لبنان لما كون عم بحكي وهالأمور أكثر على النساء من الرجال بتصير إنه الخصوصية تكون إمرأة عشوائي بتصير أوقات تعيب فلأرجع على موضوع اليوم بالأزمة الاقتصادية بالأزمات المتتالية بحالتنا اليوم وبالشمال ويلي عاصمته ترابلس نقل لأم الفقير قديش معقولة تكون عامل مؤثر سلبة أم إيجابة على أي انتخابات معقولة تعودنا أنه لبنان يمر بالأزمات عانا وبعده عم بيعاني ولحضل العاني شكله أزمة تلوى أزمة اليوم أزمات متتالية شفناها صحية اقتصادية مالية اجتماعية وكل أزمة عم تكون طاحنة أكثر من الثانية من ثورة تشرين سبتعاش تشرين لكوفيد ناينتين لكارثة انفجار بيروت لانهيار الوضع الاقتصادي فكل هذه الأزمات كان وقعة قاصة وكارثة على المواطن بشكل عام إن كان مرأة أو رجال ولكن فينا نعترف أنه أكيد كان مضاعف على المرأة هي الحلقة الأضعف بالمجتمع وتلقى أكثر ولكن ما فينا كمان ما نعترف أنه الشعب اللبناني شعب جبار يحب الحياة يوقع يرجع يوقف ينكسر يرجع يصلح كان في عندنا جزء من النساء ينطبئ عليهم الأول الذي يقول أن الأزمة من خلق فرصة خلق فرص منهم عملوا شركات لا يقدروا يكف منهم دل بالأرض يسند المستضعفين نزلوا بالإدارة الكوارث فالمرأة عملت دورة بالأزمات جزء من النساء اضطروا يوقف عملهم لأن الشركات التي يعمل فيها أفلست أو المؤسسات التي فيها وضعنا مليح جزء أخذ قرار هو خيار أن يعود بالبيت لأنه كان يجب يكون خيار بين الرجل والمرأة من واحد من يجب يكون بالبيت ليعود مع الأولاد تغير أوقاتنا تغير نظام حياتنا فكمان المرأة هنا أخذت قرار أن هي التي تعود جزء من النساء يمكن أن تعرض للعنف الجسدي المعنوي لفظي بسبب الأوضاع التي نحن نمر فيها بطالة عند الرجال أوضاع نفسية متراكمة ويجعل هذا العنف يزيد بكل ما حدث يمكن أن المرأة تأثرت ولكن أنا بنوع إيجابية وليس أحب أن أبكي على الأطلال وبنفس الوقت أحب أن أخذ الإيجابيات لأكون قدام المشهد الثاني هو تقدم الذي صار بدعم من الجمعيات والهيئات والدر والمنظمات وغير وغير رأنا أن حقوق الإنسان لأدام بلشنا أوانين تمييزية تتعدل بلشنا نشوف تعديل جزري على المغروس السقافي بلشنا نشوف المرأة تقطحم المجتمع وتتبوأ مناصب قيادية شفناها بمحافل باحتفالات عالمية شفناها عم تتكرم عم تاخد جوائز عريقة شفناها بشكل بارز بأحزاب وتيارات سياسية شفناها مستشارة عند الوزراء والنواب ورؤساء طيب قطعنا هلا لما أنا عم أقول أنه العمل السياسي من هو واقف بس على المنصب برلمان أنا وزيرة أو نائب العمل السياسي لما منزل بالشأن العام ولما كل نحن نحن بالمساوات نحن نحن بالتمتع بالحقوق السياسية الاقتصادية المدنية وأكثر بالمناصفة والمعادة يعني بالعدل بالفرص لما نحن بالعنف والقمع المدني والنزاعات التي تحدث أنا أفتكر هذا عامل مشترك وقاسم مشترك بين الرجل والمرأة فاليوم دور المرأة النضالي هي لازم تفرض حالها تكون بمواقع لا تجعل الأزمات تحبط وترجع بالعكس تفرض حالها بالمجتمع تأخذ بشكل كتير سريع قبل ما نعطي المجال للمشاركات الأسئلة خاصة من الحضور انطلاء من هالصعوبات كلها شو إذا نطلع بمثل توصيات سريعة شو التوصيات التي ترحوها بلش عنديك دكتور ديما نحنا we cannot move forward if there is not a reform of the laws اللي نحنا موجودين في they need to have laws that don't treat women as second class citizens we're not seen as first class citizens laws to protect women against violence gender based violence or other forms of violence there needs to be major reforms to media environment we need to have more policies women should be getting more air time women they're trying to get into politics this this is from that education wise it's our role as women as educators as parts of family to educate the younger generation of the ways that women can change certain things women should also have platforms not to have to an this person I want to change something for the feminist movement and it should be movement feminist movement localize feminist movements to cater to the needs of the society that are in it in the way it doesn't happen to all of are 30% starting in 30% starting 30% but 30% are 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 the government and the government the government have have to the government there have that don't have the government to in the government the government has done يجب أن يكون لدينا نساء في هذا الموضوع. يجب أن يكون لدينا كوتاوت ويعملوا طاولات حوار. ممنوع طاولة حوار تحدث بدون نساء ومشاركة النساء. لبنين ماضية على محاولة، اسمه 1325 يحتم أن يكون للمرأة دور في السلام لأنها شاطرة. يمكن أن يكون لدينا نساء ومشاركة، ومفاوضات، وبناء السلام. لذلك يعتبرون أنه يجب أن يكون لدينا نساء. لن نحن لا يدورون علينا أبداً للأسف. وهذا من أحد الأصص التي يجب أن تتعمل. يجب أن يكون لدينا نساء ويغيرون الشباب. أشخاص الذين يجب أن يحققون بحقكم وبأمتعشر سنة لم يتغير. سيجب أن يحققون بحقهم. لماذا يجب أن يتعطيكم هذا؟ لأن يخافوا لا يتغيرون النتيجة الانتخابات. المهم كثيراً أن تتعبرون ويقعون عن رأيكم. وتنتخبون ما تحبون. كيف يتعطون الشباب؟ لدينا شباب يتعطيهم. يجب أن يكون هناك ممثلين عن هذا. هذا بالنسبة للأضايا التي تتعليقها. اي امرأة بالشأن العام تتعرض كثير للعنف السياسي بسميه أنا العنف السياسي هيدا بده تجريم يعني كيف بيجرموا التحرش بالشغل بدنا نجرم التعرض للمرأة في العمل السياسي بالعراق كان اي واحد بيحكي كلمة غلط مع مرشحة عطوا رقم خاص قالوا لنا بالتلف ليلة منبعت لك البوليس دغري بتطلقتوا وبتحطوا بالحبس وهيك صار طلعوا نساء 35 بالنية بديقول نحنا عيب علينا بلبنان أول بلد عربي أول بلد وقبل بسويس راحت انتخبت في النساء عيب علينا بهالبلد انه صارت بلدين الخليج قبلنا بالإمارات مناصفة نص المجلس نساء نص رجال بالسعودية 35 بالمية نساء بكل بلدين الخليج 35 بالمية منيوم بس الإمارات سبقت الكلب المناصفة مناصفة يعني مثل السويد شغلة كتير مهمة نحنا لازم نطالب بسياسة بسياسة عامة بتقول إرساء مبادئ المساواة في كل مفاصل الدولة وهيدي بتخلينا نمشي بكل شي بسلام ما بيعود فيهم يعملوا أي تمييز ضد النساء هاي دولي شغلات ضرورية لنقدر نتوصل لتطور لتحسن بالوضع شكرا شكرا لإليك ليال توصيتك عستريا روح المدرسة بنبلش تقصيم أول ما نفوت بيقولولنا القصير قدام الطويل ورا من كفة تقصيمات طائفية من كفة تقصيمات اللي بدكن يا جندرية منوصل على الكوتا بيقولولك لابتنا نعمل تقصيم أنه مفهمت هي وقفت على تقصيم الإجابة ما بدكن تعملوه لأنه أنتو بدكن تعطوا الحقوق يعني كل الذكور ورجال السياسة تما يعتبروا أنه ذكور هي هانب بس ناخد الرجال السياسة بلبنان كلهم سوا اللي كانوا اللقطين الحكم ولا مرة عملوا أي خطوة تفيد المرأة كل عمرة من نقابة العمال بالرجيم والنساء عم تاخد حقها وعم بتواجه وعم تقتل وعم بتقاتل حتى ما بدنا ننسى بالحرب كمان المرأة كانت عم بتقاتل دفاعا عن حالة ودفاعا عن قضية مقتنعة فيها وإلى آخره يعني المرأة كانت عم تاخد مبادرة ذاتية الكوطة ضرورية جدا واشتغلنا كتير مع الهيئة الوطنية مع 50-50 مع كذا حتى DRI عملت دور كتير كبير بدعم النساء وكتار من الأشخاص ولكن مثلا وصلنا آخر شيء وزيرة حركة أمل ساعديني بس دكتورة عيناية عز الدين وقتا قال تمام والكوطة ونشغل على نسبة 30% أو 33% إذا مانني غلطاني ورحنا على المجلس النيابي وتقدمت الكوطة ورئيس مجلس النواب نبيه بره كلمته كلمة قال لي ايه خلاص وكله تمام واخر شيء تضحكوا عليها وبعتذر على أساوة الكلمة بس هي هيك تضحكوا عليها وفكروا حالهم يتضحكوا علينا وما عملوا لا كوطة ولا غيره فبالتالي الكوطة أساسية لأنه للأسف ما رح تاخد المرأة حقوق إلا ما بدلة تنتزعها بس مش يعني الكوطة حتوصل للأسف أفضل نساء وبالتالي لأنه قلت بالصدفة وصلت النائبة ديمة جمالي بس ما حكيت لأنه كله حكي عنا فبالتالي ما بدنا نساء توصل ما تحكي فالفكرة ليس يعني الكوطة بتوصل أفضل النساء لا بس الكوطة بتوصل على القليلة لأنه هذه التابوء لا بتخلي المرأة تقول آه هون عندي مقعد أنا مثلا بدي انزل اترشح عندي مقعد بعكار بدي انزل اترشح لأنه تنوصل للدقرة الوحدة عيشوا بتغيير طبعا وهذا هذا اللي أنا كنت عم بقوله اللي بدي وصل قوله أنه أهم شي توصيتي هي التربية ببيوتكم التربية اليوم عم نشوف الولاد عم بيأسروا على الأهل لا لأنه الولاد مش عم بيأسروا على الأهل نتيجة تربية الأهل نتيجة تربية العالمة نتيجة توعية الانجي اوز وغيرهم هني عم بيساهموا اوكي هلأ في عندكم انتقادات كتار يمكن بيأسروا ولكن ما بدنا ننكر شئ إيجابي كبير على دور هيد المنظمات بمجتمعنا يلي قدرت تخلق وعي معين من وصولا لرفض التنمر ما تعلمناها بمدارس الخاصة تمن رهد الخضى دينية هلأ ما تعلمناها كان عنا غرفة الجرادين وحطت لك لبن على ديناء هولي شو هلأ مبلشين وصح ولا غلط انه مبلشين غلط بالتربية انه كان مدرسة وبات وغيره والمبادرة أنا بوصيتي بادروا ولا مرة انتروا حدا يعطيكم حقكم المبادرة هي توصية أساسية لكل حدا منكن لأنه لو منبادروا منواجه ما بحياتي حنوصل لمحال شكرا إن شاء الله نلحقون نحن بس إستاذي جينان سريعا لنعطي الأسئلة إنو اليوم المرأة صارت صارت اللومانسية الشرقية والنستلجية إذا بننقوله صارت رأس حربي بالقضايا الوطنية والقضايا المطلبية لازم أنا مع عدم بقى تغيير المرأة مع تغيير النظام اللي بيوصل المرأة اثنين أنا مع زيادة النساء وجودة بالقيادات أنا مع استمرار برفع مستوى التأثير بالحياة السياسية والنقابية والبلدية وكله للنساء مع كمان رفع مستوى كمان المطالبة والنضال القائم على المواطنة والديمقراطيات تنقل مع الاستفادة من المرأة بوضع خطط واستراتيجيات والاستشارات القائمة يعني إلى دور كتير كبير فنحنا لازم نستفيد منه ونحنا اليوم عنا استحققين أي واحد بيصير قبل الثاني ما بعرف إن كان البلدية أو كان تشكيل حكومة بهذول اثنين نحنا اليوم المرأة لازم تفرض حالها واثنين السياسيين لازم يترجموا اللي عم بيقولوا الفعليين اللي هني عم بيفرجونا إنه هني داعيم للمرأة لازم يوم فعلا لقولا نترجموا هيدا الشي بي وصول المرأة وبي متل ما كنا عم نحكي اعتماد القوة النسائية المؤقتة اللي ممكن تقدر المرأة عبر تدخل على مجرس بالحكومة بالحكومة فينا نقول لكل التيارات السياسية لازم نضغط عليهم اللي عندهم محاصصة اللي بيطلع لهم حقائب ونحن نعرف أن الحكومات كلها يتركب المحاصصة كل واحد عنده أربع حقائب أو ثلاثة لازم واحد منهم لازم يكون مرأة بالبلديات بالبلديات اليوم الدور علينا كثير كبير اليوم انتخابات البلدية ما بتشبه الانتخابات النيابية ما فيها هالكسر العظم اللي فيه انتخابات بعيدة شوي عن السياسة والتجازوبات السياسية وهيك المهم هون نحن دورنا أن يكون فيها لوائح مناصفة وعدنا أن يكون فيها نساء مصر نساء مصر رجال لعل وعسى نوصل اليوم أنه بقى بالعرف مثل ما نحن في لبنان كله ماشي على العرف لكن نحن نوصل بالعرف بلا القوانين طالما بعد ما وصلونا للقوانين من من مع الميكو اتشد لي دكتور رديما دناوي أنا عايشة بترابلوس وكان عندي تجربة صغيرة بالانتخابات عندي تعليقين على حديثكم أنتو كحل كلكم عم بتقولوا لازم يجي الحل من فوق لتحد أنا عايشة ببنايي وبشارع كل الانترفونات رجال يعني النسوين مش بس على سجل العدلين النسوين عايشة عند المرحوم كذا يا بايا يا زوجة حتى اسم منهم موجود على الانترفون وهذا الشيء يجب أن يتغير من تحت لفوق شغلة تانية أنتو حكيته بالمطالبة بالإقوالي بالنسبة للإقوالي أنا عندي رأي خاص أنا ما برأيي نحن إيكل لأنه المرأة زيادة عن كل شيء مسؤولة عن الهيوماني هي اللي بتجيب أولاد بس شيلو هاي دعا جنوب أنا برأيي بالانتخابات لازم يكون عنا إيكل أفورتشنتي اليوم أنون الانتخابات ما بيسمح له الشيء يعني أنا سمعت عدد مرات انه جيبوا هاي دي المرشحة لتزيين لنا اللائحة شو تليب مش مزبوط لازم تنزل تكون هي مرشحة وجدية يعني لها الشيء سير لازم يكون عنده ميديا تايم لازم يكون عنده فاندريزين لازم يكون عنده مصاري لازم يكون عنده مصاري شو دون شك مية بالمية رح نجمع الأسئلة ونعطي جوابات بالنهاية نحن بالمسكوم أعطي هاي كردوت لتلميزنا انه كل التلميز ما عندهم هاي دا المشكلة وبروجكس اللي عم نشتغلون في كتير ببروجكس عم يدعموا المرأة وحق المرأة وكل هذا الموضوع بس عبالي بركي يمكن نبعد شوي عن قصة إخراج الأيد وكل هاي حكينا هون نحن اليوم التلميزنا عمرهم 18-19 ما بيقدروا ينتخبوا ما بيقدروا يشارعوا ما بيقدروا يعملوا شيء في قصص صغيرة هنس نحن نعطيهم إياهها يغيروا بحياتهم الطبعية مع أهلهم معنا من الجامعة مع أصحابهم يقدروا يجيبوا هني حقوقهم أو يلي لازم يكونوا عايشينه صح بدون منفوض بقصص أبعد منهم بكثير شغلة هيك مهمة نحن ولا مرة حكينا ولا مرة سماعت حدا عم بقول بدنا نطالب برئيسة جمهورية دايما عنا رئيس جمهورية دايما عنا أسامي شباب أسامي رجال أسامي ناس ولا مرة حدا حكي بهذا الموضوع كتير حلقنا هنبلش نفكر أنه ليه ما بيكون في رئيس جمهورية أول شغلة أول مشكلة عنا بلبنان هي كلمة كوتا كوتا طائفية كوتا نسائية يعني في عدد عدد معين مسلمين عدد معين مسيحيين عدد معين نسوين عدد معين رجال عوني المشكلة وقت المرة هي عم بطالب لحالة بكوتا هي اعتبرت حالة مخلوق ضعيف ليس بيكون فيه مساواة وقت تحكوا بمساواة نص بنص ما بعود حدا يحس حاله هو أضعف إن حدا خمسة وثلاثين وثلاثين بالمئة متل كأنه أكازيون يعني عملي سايل هي أنه ما رضيت بالنص بدا هلأ نبلش بثلاثين بالمئة بدنا أكدى على شغلتان أنه قد ما حكينا عن التربية مهما كان النساء بتولد هني وبيجيون كل شي لحد عندهم بس لما تقول لا بتصير هي إنسانة متمردة ولما بتصير متمردة بتتحول لثائرة وبعد ثائرة مناضلة وهيك منشوف الطريق الدرب كتير طويل شغلة تانية من لاقيها هي النساء أنه لا ما بدخل هي بالسياسة والاقتصاد المرأة هي من داخل السياسة والاقتصاد من أول ما بتقول أني أنا كيف بدي دبر أنه ربطة الخبز تكون أقل من فلان ولا من علتان هلأ منشوف النساء على شو عم تحكوا على شو عم مدير حديثة منا بدنا نأمن الشي الأرخص لحبا نكون يعني نعمل التقشف بالبيت بحسب المصروف شغلة تانية لما منقول المرة أنه هي لأ بعيدة عن السياسة هي أقرب الشي للسياسة لما بتكون هي عم تقود الحملات الانتخابية بمنطقتها ببيتها بعيلتها وبجيرانها بس من هون للأسف هي بتكون عم تقدم لطبق منفضة للرجال اللي هن مقدمين لا لأنه دائما هي لازم تدل بالظل فهون نحن دورنا هون ويما كان ويما كان عم ينحكي به هذا الموضوع يكون دورنا أنه ضووا على النساء اللي هن فعلا عندهم هذه القدرات وعندهم هذه المهارات لأنه في ناس كتير قيادات بس للأسف مغمورة جوليانا هادام في الميزة بالبالمن في المتحدة التحقيقية الانتخابية محاونا نعمل صحافة أحسن بإذن أنه هذا هو في قلبي من كثير زمان فهذا شيء؟ أنا من عكار والعبودية أحسن في الحقيقة تقريباً نعمل صوت وفي التعضي عن عن 100 ألف صوت كان صوت الوحيد كنت أول مرة من حياتي فأنا أصبت تحقيق وأصبت أنني أعترف به هذا وانتخبت ناس مستقلين وانتخبت كان صوتي مستقلين لحدا بشبهنا. اللي بدي قوله هو سؤال أنه أول شي موجه لحضرتي لأنه لماذا لا يمشي الحال بلقوطة؟ لا بدي ضلني محدودة بكثين بالمئة بالبرلمان، لا بالبرلمان، لا بدي ضلني محدودة ببرسنتج معينة كل حياتي وأنه أنا بس هيدة اللي بقدر اعطي فيها بالقطاعات الرسمية أو الخاصة. أول شي بيلال غزية متدرب ببرنامج نفس جديد. بما أنه نحن موجودين بشمال صراحة كنت حابب نحكي عن هذه النقطة، هي الصور النمطية الموجودة والتي تعززها الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا اليوم عن منطقة الشمال، ترابلوس، عكار، صور النمطية السلبية. إذا ترشحت أو كمرأة من خلال مشاركتها بالعمل السياسي، كيف ممكن تكسر هذه الصورة النمطية؟ وتفاجعنا عن جد الصورة الإيجابية عن منطقة الشمال وعن المرأة تحديدة؟ كممثلة عن هذه الصورة نمطية. شكراً لك. لدينا عدة أجوبة معنا فقط عشرة آي. سريعاً تكون الأجوبة لنكون... لأنني أحبنا، أحبنا ليسا. إذا كانت وعد مني، وقالنا بعضين عن الكوكتيل. سريعاً جداً. أقول لك، بس بالنسبة لقصة، لماذا لم تتحدثنا عن الرئيسة؟ بله، فكرنا عن الرئيسة، وعننا رئيسة، وإقترحنا رئيسة، وحكينا معه، ومنا للكاءات وكل شيء، ولكن إذا ترون كيف كان هناك ثلاث سيدات نازلين، فجأة لم يتحدثوا على الإعلام أبداً. صح حظوظهم أقل من غيرهم ربما، ولكن أيضاً لم يقالهم حق هذا الأد يعني يقصوهم. كان هناك إقصاء، وكان الحركة النسائية في لبنان. قررت اسم دكتور فادية كيوان، واشتغلنا عليه كلياتنا لكي أنها تكون رئيسة جمهورية. بالعكس، هذه المرحلة بالزيد بدي إمرأة، لأن الإمرأة قادرة تدور الزوية بكل المحلات. هالوقت الذي نقص فيه، لا نحن خطأ في أحزاب، ضروري في أحزاب، هذا دليل صحة ببلد، ولكن حلو أن نكون كلياتنا نعمل للبلد، لا نعمل لجهات خارجية من هنا ومن هنا. سريعاً، أنا معك قبل الكوطة، هناك شيء ليس متفقين عليها نيانس صغيري. هناك شيء يسمى المساوات، وهي شيء يسمى العدالة والأكويتي. هناك حالة والأكويتي. أنا مع تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص الذي يضعني بالأكويتي. نحكي بيها بعدين، إذا أريدك فصر لك ياها، وبعث لك حتى سلايد خاص بيها. موافقتني ثانية ما هيكي. حبيبتي، أنا بمبسط كثير بالشباب، وقت بيحكوا وقت بيكونوا هني هيكي متمردين. الكوطة، أنا كنت ضد الكوطة مثلك. أول حدا ترح أن نعمل مؤتمر عن الكوطة في لبنان هو أنا. سنة الخمسة وتسعين بتذكر وقت رجعنا من بيجين. ووقت عملنا مؤتمر أنا كنت ضد الكوطة، كتبت مقال بالجريدة ضد الكوطة، ولكن تجربتي من الخمسة وتسعين لي هلأ ش تلاتين سنة، لحد هلأ ما وصل شي ما تحسن شي فإذا ما ممكن إلا بالكوطة، ميركل كيف وصلت بالكوطة؟ كل هذه الرئيسات الجمهورية اللي نشحين كثيرة بفنلندا، وبسلوبانيا، وهالبلدان الأوروبية، ما وصلوا إلا بكوطة. دعني أكتر من هيك، الكوطة، لازم تعرفي النوانس الصغيرة بركي أنت سهايتي عنا، منك حدي حالك بثلاثين بالنية، تلاثين هي الدمراج، هي التاك أوف يعني، ثلاثة وثلاثين بالمئة، وبعدين تذهب هذه المرحلية، مدى ما نكسر هالجلاس سيلينج اللي حكينا عنه، ما منعود عايزينا، مش إنه بتزيد الكوطة، لا بتروح. ليال كمانا عن الكوطة يمكن إضافة ولا؟ أجرب هيك باختصار على قد ما زاكرت بتساعدني، بموضوع الكوطة هو مينموم خمسة وثلاثين بالمئة أو ثلاثين مينموم، بس من أول مرة فيك تأخذ كل المجلس النيابي، ما في شي بيمنع بس لأنه صرنا مجربين مرة وثلاثة وثلاثة واربعة، ما في شي رح يتغير لأنه يلي بياخد قرار يرشح النساء بالأحزاب، وبزع الأولى هن الرجال وهن ما بدون يوصلوا إلا الأشخاص، وإذا وصلوا نساء بيوصلوا للأسف مثل ما قالت الدكتورة، يعني بيلاقوهم زينة وهن بيحكوا عنهم، على القليل ينفرض عليهم أنه ينقوا وأقلهم بيبلش تتغير العقلية شوي شوي، بموضوع أنه الشباب والطلاب الصبايا عمرهم 18 سنة، كنت عم تسأل حدثك أنه شو نحنا بنتوجه لهم بموضوع المبادرة، ولأني أنا شفت الصورة الأكثرية الموجودة، لهذا كنت دائماً عم قول أهم شيء المبادرة، كنت عم بعطي أمثلة بعيالنا، لأنه نحنا أهم شيء بيقول لكم باختصار توصية صغيرة، ولا مرة ولا مرة تتنازلوا عن رأيكم إذا بتحسوا رأيكم أقلية، يعني اليوم قاعدين بالبيت أنتو حكيت والدتكن أو أي حدا من الجيران أو أي حدا موجود بالبيت، موضوع أنتو ضده، ما تسيرون لأنه المجتمع ما بدكم ما بدنا نواجه، دائماً واجهوا أي فكرة بتحكي قدامكم هي ضد أناعاتكم، وجربوا حجاجكم وعطوا كل الأرجوماية اللي عندكم، لأنه أنتو قادرين تغيروا بهالطريقة البسيطة، من البيت للمدرسة للكافيتيريا لأي محل أنتو بتنوجدوا فيه. سيزي جينان خاصة مع آخر سؤال أنا عبيلة تشوف إذا. بالنسبة لرئيسة الجمهورية، نحنا أكيد كلنا نتمنى أنه نكون المرشحة رئيسة جمهورية، ولكن كلنا نعرف أنه اللي بدون ينتخبوها مش الشعب اللي حينتخبها، هو المجلس النيابي والكتلة النيابية الموجودة اليوم، لنكون موضوعيين، ما حتجمع أصوات لحتى تنتخب رئيسة الجمهورية، فإن شاء الله مع الأيام إذا صار عدد النساء أكتر، ويقدروا يضغطوا على الكتلة السياسية، ممكن نشوف هذا المشهد. بالنسبة لشباب والصبايا كانوا عم بيقولوا أنه كمان هن دور مش انتخابي، لكن هن عندهم دور كثير مهم اليوم حتى لو عمرهم 18، أنه يكونوا هن داخل المتطوعين بخبراتهم، وبهذا مع المنظمات والجمعيات، اللي عم تشتغل على حقوق الإنسان، لأنه لا يضغط للمطالبة بحقوقهم من الدولة. وإذا هن ما فيهم يقترعوا هلأ فيهم يضغطوا على أهلهم يغيروا عقلية اختراع؟ لا، لكن لو بيضاغط، مش ضروري يكونوا بالاختراع، يعني مش هني عمي، لو بيضاغطك، رأي قضية بدون يتبنوها مع أصحاب القضية، حسنا لآخر سؤال، واللي هو المهم، أي الحقيقة نحنا للأسف في صورة نمطية، نظرة عامة عطوها، لبسوها للمدينة، أنه هي مدينة المعارك والتطرف وغيرها وغيراته، يعني رسخت بزهن الأكترية، ولكن هي الحقيقة مغيرة، المدينة تحتضن السقافة والفنانين، يعني مدينة فيها غنى، فيها غنى تراسي، فيها غنى علم، فيها غنى، دورنا نحن اليوم كشعب، لا نعتمد على الدولة، نحن يجب أن نغير هذه الصورة، يجب أن نضع أيدنا بأيد بعضنا، نحن اليوم نعمل حملة بالمدينة ترابلس أجمل، نحن لا يجب أن نقول أننا أفقر مدينة، هذا على شبكات التواصل، نحن لا نستعملها، نحن يجب أن ننقل بس الصور الحلوة التي تحدث لنا، الاشتباكات نبعد عنها، ننفرج إثارنا، ننفرج الحياة لنا، هذا دورنا نحن، نحن نحن نصيره، ومنهم يتنعوا أن المدينة جيدة، سأعود إلى السريع، من التوصيات المهمة التي ترحتها، تعديل القوانين، خاصة القوانين الأحوال الشخصية، تربية الأجيال الجديدة دائماً على المساويات، الكوتا، الكوتا، والكوتا، موقتي إلى ما هناك، فقط إلى حين، على القليل نوصل بالتغيير المنتل عنف السياسي أنا حبيت فكرة أن المرأة لما تخذ الغمار السياسي تتعرض إلى عنف سياسي تجريمه تجريم هذا العنف السياسي أكيد سياسة عامة ترسي المساويات تقسيم ما نشتغل يعني نلغي التقسيم يلي مقصمين نايم نحن وصغار وأكيد دفع نحو مشراهمة أكثر وأكبر للنساء بالشأن العام وتخفيض سن الاقتراع لـ 18 سنة إيه سوري بما أنو حضرتك موجودة وبعرف الدكتورة والكل موجودين شو رأيكم نعمل هيك توصي للجامعة كمان وأنا شخصيا جاهزة لحتى كون عم بشتغل فيها معكم لأنه برأي كتير مهمة ومين أحسن من جامعة البلماندي يشتغل عليها يلي هي دايما منقول ما عم نتفق على كتاب تاريخ نختار ونتفق على كتاب تربية وطنية نحن ما عنا كتاب تربية وطنية والبلماندي أعتقد جامعة بخبراتكم وقدراتكم ونصف كتاب تربية وطنية ويكون عن جد هيدا الكتاب الحقيقي يلي كل طالب قادر يفتح ويشوف لأنه يجمع بين التاريخ والتربية شكرا حلو كتير أنا ما رح زعلي بس أكيد لما جامعة مثل البلماندي تاخد على عطقة هيدا النوع من العمل أكيد إلو وقعه بس للأسف بدو ينتهي الأمر بالوزارة والوزارة ما رح تقطع يحوي في كتاب يحوي مستوت له خمس سنين من بعد ما خينا سيكتين بدنا نعمل صورة بس منواجههم منروح على الوزارة وأنا بتابع بالوزارة عندهم عندهم التغيير معمول مع الاتحاد الأوروبي والكتاب بيسطل بيسطل نعمل على تسنين على ثلاث سنين نشغل فيه بدعم من الوزارة تغير الوزير ما بيقطع الوزير الحالي لأي وزير أنا كثير منيح منتابعه فإذاً منتابعه لأن شيء كان أكثر من جيد جداً أكثر من جيد جداً نحن نخطب أول شيء نريد أن نشكر كمان مرة جامعة البالامند وإذا تسمحوا أن نزقف لزقفة كبيرة للجامعة على المشاركة بالتنظيم وعلى استضافتنا اليوم ورحابة صدرها لهالجامعة العريقة وشكراً لكم أنكم جيتوا وكنتم معنا شكراً لكل المتحدثات الرائدات معنا اليوم على هذه الندوة وأكيد سننتقل لغير الصائمين إلى كسر خبز وملح بس لحظات قليلة لصورة كلنا سوا منصمت فيها ونتوجه للخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر